مرحبا بكم الجديدة أعزائي المشاهدين مع ضيف حلقتنا اليوم ضيف حلقتنا اليوم زي ما حكينا بداية نروح علمنا كيف ممكن نلاقي مصدر دخل جديدي في حياتنا كيف ممكن نتطور ضمن شغلنا وضمن حياتنا اليومية روتانية اللي بنعملها كل يوم نتعرف عليك مرحبا أنا اسمي رد عازم من الطيبة أمري ثلاثين سنة تعلمت هندسة الكهرباء والإلكترونيكا وبعد انتهاء من الدراسة انتقلت لدارة مصلحة شؤوني العائلة حالو رضا يعني اليوم احنا كان نحكي عن الحرية المادية ان واحد يكون موظف وتعب يشتغل كل يوم ثمان ساعات ومش ملحك وكذا يعني اليوم كل واحد منا شغل يبقى منه من عشرة لاثنشر ساعة تقريبا باليوم تقريبا نصف لأربعة عشرين ساعة كيف ممكن واحد يفوت لحاله الدخل الجديد عن طريق هالمواقع زي الإي بي والأمازون انا قبل ست سنين قررت دخول هذا المجال قررت دخوله لانني بحثت في مواقع الانترنت مواقع التواصل الاجتماعية عن مجالات اللي اقدر ادخل دخل اضافي كبداية ومع السنين يمكن ان يكون مصدر رزق اساسي فرأيت مواقع الإي بي والأمازون ورأيت الامكانيات التي موجود فيها وقبل ست سنين كما ذكرت اني قررت دخول هذا المجال في اول المجال في بداية شغلي كنت اكرس اكم ساعة باليوم ساعتين ثلاث باليوم وبعد ما قررت اني اطور هذا المجال ورأيت الامكانيات اللي فيه من كل تساعات باليوم رأيت الامكانيات اللي بقدر اعمالها قررت بعدها بقى كم سنين اني اكون اكرس اكثر من الوقت ولحظت كلما كرست اكثر من الوقت كلما رأيت نتائج اكثر حلو جميل وايضا برضو كلما استثمرت من المال كلما استثمرت مال اكثر ارى ارباح اكثر جميل طب رضا اليوم مثل المشاهدين ومستمعين الموظف او العامل اللي بدي يشتغل عم بيشتغل وبدو كمان مصدر الدخل يعني هل الشيء هذا ممكن مع الكل ولا بس مع رضا عازم مهندس الكهرباء الانسان اللي عنده ذكاء ممكن يكون اعلى من غيره ولا الاشي متاح للكل والاشي ممكن انا بعتقد انه هذا المجال ملائم للكل من ربة البيت اللي بتدور على التملئة وقتها الفارغ بالبيت من العاطل عن العمل اللي بتدور عن العمل حاليا من صاحب المصلحة اللي بدي يزيد بيع منتجاته الشهرية هذا المجال ملائم لكل شخص اللي معني ويوجد عنده المثابرة ويوجد عنده النية في توفير دخل اضافي لمجال حياته سؤال يعني اذا ما انت كنت تشتغل فيه ونجح فيه وفوض لك دخل كبير والليوم انت تعلم مضبوط بتشوف نجاح الطلاب عندك يعني في ناس اللي قاعدين عن جد فوضوا الدخل منيح اليوم اللي تعلموا عندك اكيد انا اليوم افتتحت اكاديمية ارب اي كوميرز من خلالها بعت دورات لكيف الواحد سوك منتجات في الإيبي سوك منتجاته ايضا بعطي كل الادوات لنجاحه في الدورة من كيف انه يستكشف المنتجات يشوف المنتجات الاكثر مرغوبة للزبائن كيف انه يعطي خدمة السيرفس الزبائن انا افتتحت الدورة الخامسة والدورات الاربع القادمة كل الطلاب اغلب الطلاب نجحوا وكاعدين ببيعوا منتجات ومبسوطين جدا انا ايضا احدى الحسنات في هذه الدورة انه انا باعطي ايضا لكل المشترك انه يفوت في مجموعة فيسبوك مغلقة من خلالها انا بعد انتهاء الدورة انا رح اكون معا بتواصل لكل مشكلة وهذا ضمان انه ينجح في هذا الموقع وينجح في انه يوفر داخل الاضافة سؤالي كالتالي اذا نحكي اليوم عن اي باي امازون علي بابا كل المواقع الكبير اليوم هالمواقع كل عالم يعمل فيها ومن زمان لماذا مجتمع العربي تأخر غريب لماذا ننصل دائما في الاخر هذه معتقدات انا حسب رأي معتقدات قديمة ورجعية انه انغرزت فينا كل اشي اللي هو مش ملموس انه هو مش ربح لا يوجد ربح فأنا بعتقد انه هذا الاشي خاطئ لازم الواحد من حين الى اخر انه يجازف شوي لانه اذا بتجازفش بتعرفش وبتجربش فلازم الواحد يجازف وانا متأكد انه مع المساعدة مني ومع المساعدة مني ومع تطوير هذا المجال رح يكون انه في مجتمعنا العربي مجموعة كبيرة من الشباب اللي رح ينجحوا بهذا المجال ورح يكون عندهم داخل اضافة وايضا امكانية اخرى لمصدر رزق رئيسي باقل ساعات مما هم بشتغلو اليوم طب عشان يكون اشيء واكع اكثر انك انت بتبيه مثل اي بي او امازون وتربح اوكي انا اشيء واثق منه انا عارف في الاشيء وفحصه ولكن المدخول تبع هاي الدورات يعني انما واحد يشتغل بعد ثانية من اليوم شو مبلغ ممكن يوصله مثلا معدل متوسط كما ذكرت من قبل انه كل ما استثمرت متعلق بالمال المستثمر كل ما استثمرت اكثر ذكرت في اول اللقاء كل ما استثمرت المال اكثر راح ترى نتائج ربح اكثر فبداية انا بعتقد انه يستثمر كليل من المال عشان ما يكونش كثير من المخاطر جزء سمح الله المنتج ما ينبعش فبداية الحلو بمواكع هذول بداية بعتقدك المجال انك تستثمر القليل من المال انك تشوف وانك ترى المنتج وانك ترى المنتج وانك ترى استثمار استثمار مال وانك ترى مبلغ صغير وانك ترى استثمار وانك ترى استثمار في الوقت كثير لا بداية كما قلت كنت استثمر ساعتين ثلاثة باليوم وانك ترى استثمار وانك ترى استثمار نتائج كثير مليحة ونتائج مربحة ولكن انا عشان اطور هذا المجال رح اقرست اكثر من الوقت اليوم ما يقارب بين ست سبع ساعات باليوم ورأيت نتائج ربح ونتائج بيع اكثر من الساعتين فانا بنصح لكل الواحد بده يدخل هذا المجال بيقدر يبلش من ساعتين باليوم ثلاث ساعات باليوم وانا متأكد رح يشوف نتائج مليحة المشاهدين اللي بسمعونا اليوم بنحول وصلهم الصورة بشكل كامل اليوم الموقع الامازونية فتحة 24 ساعة سبع أيام في الأسبوع يعني ممكن احكيك انت ممكن الواحد انه يكون يشتغل موظف او عامل او سبت بيت زي ما اتفضلت وخلال اليوم وخلال شغله يكون مثلا في جهازه في سمارتفون اللي معه يشوف اذا باعه او لا باعه يعني هو ممكن يكون يشتغل شغلتين مع بعض هاي هاي الامكانيات الهائلة بالتجارة الإلكترونية يعني تخيل انت نايم يعني مجال التجارة الإلكترونية 24 ساعات 24 ساعات سبع سبع أيام فتخيل انت نايم وعدد مبيعات كبير صار وانت نايم برضه واحد من كندا بشتر منك فتخيل انت تقوم الصبح تفتح هاتفك وتفتح الحاسوب بتاعيك وتشوف 20-30 مبيعات وانت خلال نايم تعمل لك 100-200 دولار وانت نايم وانت نايم حسنا اليوم الشركات الكبيرة عندها نوع من خوف من هذا الموضوع يعني مثلا شركات عملاقة مثل تويزر اس شركة عالمية كبيرة اليوم بدها تسكر وسبب شو ان اليوم الناس بشتوء العاب لأولادهم عن طريق الانترنت فالعالم كله اليوم مفتوح كثير على الانترنت يعني تفشو زي ما كان واحد يطلع الصبح يرجع في الليل عشان يشتغل ويعمل اليوم هو واحد بصحب الانتخذ يحط الحاسوب اليدوي على صدره ويفتحه وبالش يشتغل يعني وانت واحد تعتخذ ممكن تشتغل وانت مثلا كاعة في المطبخ ممكن تشتغل فالشيء جدا مميز و جدا مليح لكل الناس بس لما الواحد اليوم يقدر يوصل انه يعملوا كمان يعني دخل شهري مثل دخل ثابت بلا شيء يتطور بشكل كثير منيح من ناحية مادية طيب امكانية انه واحد يكون عنده متجر كبير في الإي بي و أمازون يعني متجر كبير يعني المدخول يوسع أكثر ويكبر أكثر وأكثر تغطينا مثال مثلا لواحد اتعلم عندك او لحضرتك ايش اللي عمل ايش منها النوع وفوت له مبادر كبير أكيد في صاحب اللي تعلم عندي كان عنده محمص محمص وقرر انه أولها انه يبيع من المحمص اللي عنده المنتجات اللي عنده فاليوم صاحب هذا صاحب اليوم سكر المحل وصل انه سكر المحل بيشتغل بس لبرة بيشتغل بودي بس لبرة بيشتغل مع جاليات عربية فتسير مثلا عندنا مثلا بدولة فلسطين عندنا شغلات اللي هي بيشترح تلكيها بأي دولة ثاني فبيقدر يشتغل مع جاليات عربية بيقدر يشتغل برضو الأجانب برضو بيستعملوا هاي الشغلات ففي كل دولة دائما في عندها المنتجات المميزة اللي بتلكيها بس بالدولة هاي وبنقدر نستغل هذه الامكانيات ان نبيع هذه المنتجات والربح المال منها كثير تمام رضا بشكرك كثير استفدنا كثير منك وفعلا موضوعك جدا شيك ورائع طبعا الواحد يتحدث عن الأموال والواحد يتعب لأجيبه وهذه الطريقة السهلة وهذه الطريقة الذكية فهذا شيء جدا ممتاز أتمنى الجمهور والمشاهدين تسمعوا واستفادوا وشكرا جزيلا إلاك شكرا على قدومك أعزائي المشاهدين كم معنا رضا عازم الشاب اللي طور من إمكانياته المادية بشكل كثير كبير وبل انه مكتصرش إيش على حاله وبهدر وبلش أعلم الناس كيف ممكن فوتو كمان دخل أكثر على جيابهم وعلى بيوتهم تابعونا مع نصيحة اليوم إذا كان موقع إي بي وأمازون موقع إلكتروني وعملة نقل كثير كبير بحقيات طرفنا اللي كان معنا اليوم رضا عازم وقدر انه يفوت كمان دخل كثير كبير على جيبته فهذا دليل انه كل واحد منا كمان بقدر يعمل هذه الشغلة الحياة اليوم كثير صعبة لما واحد اليوم بقدر نص يعني نص الاربع عشرين ساعة مجغول في شغله العادي ودائما انت مضغوط في المصاري بدك كمان دخل جديد لازم تطور من حالك وطور من إمكانياتك على فكرة إذا سألنا حالنا شو اللي يمنع عنا المصاري في هالمهارات حاول دائما نطور من مهاراتك مالان اليوم كورسات تعملها فيه كورسات على الإي باي كورسات أمازون فيه عندك كورسات كمان أعمال يدوية أنا بعرف نساء بتشتغل شغل معين في مكتب معين بتعمل كمان كعك وبتوزعه للمطاعم وللقاهو ولكد وبتطور كمان إمكانياتها ليش؟ الحياة مش روح تكمل هيك لما انت دخلك بكبر حياتك مش روح تكمل بهذه الطريقة انت كنت موظف بعدين بتصير موظف حور بعدين بتستفكر بطريقة أكبر كيفية انت تأخذ هالمصاري اللي انت بتحوشها بتحطها في إشي أكبر وبتبلس تستثمر تستثمر بشغلات اللي هي أكبر اللي ممكن تساعدك طريقة أكثر بهذه الطريقة انت ممكن تتطور أكثر وأكثر يعني لا قدام بس انت طلعت من دور الموظف للموظف الحور للمستثمر بعدها بيصير مالك هو اللي بعملك المال مش وقتك وجودك اللي بعملك المال عملي انت بتحط مالك محل معين تستثمر فيه ما بيصير تطور شوي شوي يعني واحد كان موظف يشتغل في الإي بي وأمازون فوقت له كمان مبلغ كثير منيح اتضخر منه مثلا 30% من هذ المبلغ مع الوقت هذ المبلغ بيكبر أكثر وأكثر يعني بيأخذ هذ المال بيستثمر فيه بشغلة يمكن كمان يجيب له كمان دخل كل شهر بدون ما يتعب بدون ما يحط وقت فيه هيك الواحد بيصير عنده استقلالية مادية جماعة لا أذكر فيلم حضرته في حياتي إلا ما كان عملي بحث عن الحرية دائما الفيلم بيش بمشكلة معينة عشان يوصل لحرية معينة يعني واحد إذا كان فيلم غمانسي واحد بيحب واحد بيأخذ عشان يتجوزه يدوع حريته بدي أنا أخذ هذ الإنسان وعيش اللي أنا بحاب يعيشه عيش الإحساس اللي أنا بحاب يعيشه حب إيش حريته مع هذ الإنسان واحد بيكون إنسان كثير غضبان وإنسان جدا يعني طبعه صعيب بدي يتخلص من هذا الموضوع فدايما بحاول يطلع من هذا الموضوع إذا كان بني آدم عايش في اضطهاد معينة في بيئة معينة في عنصرية معينة بحاول دائما أنه يطلع منه في طريقة ويطلع من العبودية هاي عبودية الاضطهاد لا الحرية بيشوفها لأشيب الأفلام بيشوف الكصاص كمان لحل المادية الإنسان اليوم هو يعني عايش نعم من العبودية بشتغل كل يوم عشر ساعات مشان يقدر يعيش والحياة مستمرة هيك لازم تتخلص من عبوديتك هاي كيف بطريقة واحدة إنك ببساطة لكن لحلك كمان مصادر دخل جديدي اللي تخليك إنسان حر باتمانا تكونوا استفدتوا اليوم معنا شكرا لكم وصدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته